أهلاً وسهلاً بحضراتكو في حلقة جديدة من الحلقات الـ scientific research والـ applications ممكن تكون أكتر على الـ business domain لكننا نفكر دائماً أنه جزء كبير من اللي نقوله في ما يخص الـ research الحقيقة هو على أغلب الـ domains لكن بعض الـ applications تكون مرتبطة أكتر بالـ business الحقيقة في حلقة النهاردة عندنا جزء مهم قوي يتكلم على الـ research design الـ research design زي ما احنا ممكن نكون شايفين في الشكل اللي قدامنا بيتعرض بأكتر من شكل وأكتر من فكرة إنما الـ core أو الجوهر واحد الحقيقة في بعض الكتب هيكون معنا للشكل ده اللي بيتكلم في الأجزاء الـ shaded اللي هي علاقة به purpose of the study types of investigation interference of the researcher study settings الـ time horizon كل ده بيتكلم فيه على مكونات والحقيقة يهمنا نتأكد إنه واحدة من مكونات هي الحلقات السابقة مباشرة للحلقة دي في ترتيب وترتيب البلاي لست اللي بنتكلم عنها في هو الجزء الخاص بتعريف وأنواعها والجزء الخاص بالـ وإنتاج وإنتاج نعتبره بيبدأ من تعريفك للـ تعريفك لأنواع وإنتاج وإنتاج أو بيدمج ما بين الـ نهاية و من الـ بيكون مكانها وأحياناً يترجم الإطار النظري للبحث كتير طبعاً في دراساتنا خاصةً في المنطقة بتاعتنا ممكن يكون شوية في إخلال أو ضعف في النقطة دي ولذلك بيصح أن نهتم بها أكتر شوية برضو عشان حلقة كتب وعارفين أغلب الكتب اللي تتكلم على الـ الجزء الخاص بالـ بيكون تقريباً نص الكتاب يعني لو لقينا الكتاب يتكلم عن الـ بيكون تقريباً جزء منه يقترب من الربع حوالين الـ نص الكتاب بيروح في منطقة الـ والربع المتبقي بيكون فيما يخص الـ طيب الـ لما معنا دلوقتي وانتجناه وانتجنا بالتبعية يترى الـ أول خطوة فيه إيه دلوقتي عشان نبتدي نكمل مكونات الـ في حاجة اسمها الـ 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 الحقيقة عدت علينا أكتر من مرة قبل كده وبعض الكتب وبعض الإصدارات ستسميها أو أبروتش ده إصدار تاني من الكتاب نفسه أو من بعض الكتب الأخرى الشبيهة سيسميها وانما على نفس المكونات التانية الـ المهمة بالنسبة لنا الحقيقة مختلف عن كلمة تانية برضو شبهها اسمها وقلنا دي واحدة من الخصائص الـ الغرض من الـ هو الـ الـ وكنا بنقول عليها الفينامنا أو الظاهرة بعد شوية دققنا أكتر في الفينامنا وقلنا دي طلعت نوع من أنواع الـ فهي طلعت الغرض من الـ وطلعت كمان هي الفينامنا الظاهرة اللي بدرسها الـ والفينامنا دي هي سميناها وتعرفنا عليها على أنها ونوع الـ اسمه أما كانت هي كانت بالدرجة الأولى هي الـ فممكن تكون زي كان الفينامنا هنا الـ ممكن تكون الـ ممكن تكون الـ أو 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 الـ دول الثلاثة أنواع الكبارة اللي تكلمنا عليهم في الحلقات اللي فاتت وبيعتبروا تقريبا هم الأربعة دول هم الأربعة الأربعة الأساسية في أي المنظمة الـ الـ هو هو الـ أما الـ هي واحدة من خصائص الـ الأساسية ومعنية بالدرجة الأولى وبتهتم بتعريف الـ اللي بيدرسها الـ والثلاث أنواع اللي بيأثروا معروفين واتفقنا عليهم الـ طبعا بسرعة كده الـ بيأثر بشكل مباشر بشكل غير مباشر على علاقة اللي ما بين الـ الـ بيأثر بشكل غير مباشر ولكن مؤقت بوقت أو طيب كل ده لسه ما تكلمناش على الـ الـ هو بيقول ازاي بقى هتعمل تصميم يعالج فهمنا أو دراستنا للـ مع الـ فبقى عندنا نوع ثالث أو كلمة ثالثة اسمها الـ وبالتالي يبقى عندنا هنا اختلاف كبير ومهم ما بين ثلاث حاجات الـ ودول اللي هنتكلم عنهم وأنواعهم دلوقتي قبلنا قبل كده ده كان الفينامنا الـ وهي الخاصية الأساسية أو واحدة من الخاصيات الأساسية في الـ ان يبقى عندنا كلير ديفايند فاريابلز إما طيب مهم دلوقتي بقى نتعرف على تفاصيل ايه الأنواع الكبار أو الأساسيين لـ الحقيقة الأنواع دي ممكن نختصرها في ثلاث أنواع كبيرة النوع الأول أو الاسم الأول اسمه التاني التالت اسمه والاسم الأكثر انتشارا هو الاسم المشهور اللي اسمه طيب أنا الحقيقة عايز أعرض عليكم الشكل ده بشكل جزئي الأول ونقول كيف نفهم مع بعض أنواع أو أغراض طيب يعني إيه أغراض يعني لما نتفق مع بعض هو الريسيرش اللي انت بتعمله عبارة عن إيه نتفق تستخدم أي نوع من أنواع الريسيرش ديزاين فمثلا تعالوا نستخدم في فهم اختيارنا أو في تحديد اختيارنا لأنواع الريسيرش ديزاين يعني هي الريسيرش ديزاين دي مش هنختارها بالاسم مثلا كده يعني يبقى هو اللي نستكشف لا يعني الإكسبراتوري مش هو مثلا زي ما بعض الكتب تسميه اهو إكسيبلوريشن ديسكريبشن هايباثيس تاستنج لا يعني إن ما أجي كده أستكشف أو أعمل دراسة استكشفية أعمله هو لا مش مجرد كده الحقيقة تب ديسكريبشن دي يعني إن ما أحب أعمل وصف أو دراسة وصفية آه بس أو لا الحقيقة يعني من حيث الاسم بشكل عام آه إن ما نتكلم في حاجة عامة هنا آه طب يعني ما أجي أعمل هايباثيس تاستنج أعمل النوع الثالث لا برده لأنه البقين فيهم هايباثيس تاستنج برده فبالتالي محتاجين ندق شوية وبدقة علمية اختيارنا لكل واحد من دول يكون إمتى فتعالوا مع بعض نشوف الاشتراطات دي باشتراط بسيط خالص تعالوا نفكر بالسيستيماتيك أبروتش السيستيماتيك أبروتش كان بيقول إن إحنا عندنا إيمبوتس ولو عندنا الإيمبوتس دي نعمل إيه بروسسنج عشان نطلع على الأوتبوت ده فعندنا آوتبوت متوقع نختار له نوع من أنواع البروسسنج وبالتابعية هيبع عندنا اشتراط الإيمبوت اللي موجود طيب نبدأ منين نبدأ من الإيمبوتس هو إيه المرحلة وإيه الخطوات اللي قبل الريسيرش ديزاين كان عندنا لتريتشير فبنقول طيب تعال نشوف مع بعض حالة اللتريتشير اللي انت جمعتها مش أنت الخطوة اللي قبل الريسيرش ديزاين روحت جمعت وقريت وكمان وكمان دوكومنتد يوزنج ده ساينتيفك ستايل أو فورمات أو مثلا اي بي اي أو غيره طيب نعمل إيه دلوقتي نروح نرجع تاني للتريتشير ونشوف يا ترى الريسيرشير عارف يجيب إيه لتريتشير أو قدر يستوعب إيه من اللتريتشير دي اللتريتشير اللي جابها الريسيرشير هي إموت حاكم رئيسي نختار إيه أو نعمل إيه اللي قدامنا هنا ريسيرشير راح أرى مثلا يعني الإجزامبل اللي قدامنا ده ريسيرشير راح أرى حوالي ميت بيبر ميت ساينتيفك بيبر من الميت ساينتيفك بيبر دول لقى مجموعة من البيبرز بتشير ودرسة علاقة انديبندنت باريبل واحد بس بالديبندنت طب دول كان بيبر أراهم ريسيرشير ممكن يكون عدد من البيبرز عشرين أو تلاتين أو أربعين عدد من الميت بيبرز دول كل بيبر لوحدها درسة نفس الريبل ده على أثره على الديبندنت ده طب ليه البيبرز دي درسة الديبندنت ده يعني ما هو هو كان الريسيرشيرز دول مهتمين بالديبندنت ده طب ليه كل واحد فيهم طلع فريبل مختلف أو شاور أو درس وفحص علاقة فريبل مختلف لأنه كل واحد من دول عنده الكنتكست أو الظروف اللي درس فيها العلاقة دي بشكل مختلف عن الاخر يعني لو كل واحد من الريسيرشيرز دول لقى ان المنطقة أو المكان أو الكنتكست اللي بدرس فيه الريسيرش ده كافي وموضة او كونتكست جديد انه يدرسوا من أول ونتاني طبع عندنا هنا كام بيبر حوالي 30 بيبر كلها درست على حدة العلاقة اللي ما بين واحد مثلا وليكن مثلا السالري والديبندنت البروكتيبيتي ولقيت ان فيه علاقة أو ما فيش علاقة بيكمل الريسيرشير الريبيو بتاعه من الميد بيبر لقى انه فيه خمسة وعشرين بيبر تانين درسوا بشكل مستقل العلاقة اللي ما بين والديبندنت نخلي بالنا هنا يا جماعة ما عندناش model يعني ما لقناش كده integrated relations من مجموعة من ال variables مرتبطة بالdependent وما لقينا ايه؟ لقينا variables مستقلة كده غالبا هيكون independent variable يا طرى علاقته ايه بالdependent ال paper الرقم مثلا او مجموعة ال papers ال 25 فحصت العلاقة دي في ظروف مختلفة بيكمل ال researcher وعمال يدور على variables ممكن يلاقي variables كثيرة يعني ممكن يلاقي 10 20 30 40 50 هيلاقي عدد مش قليل من ال variables في الحالة دي وهو بيقرأ ال meet paper وهيلاقي ال variables دي بالامثلة او بالشكل اللي بنحاول نعرضه ده بتبقى متفرقة او موجودة في papers متفرقة المؤشر والظاهرة وال definition والحالة اللي عليها ال nature of the literature review انه كل مجموعة من ال papers درست ال variable ده بشكل مستقل فقط مفيش اجماع او مفيش consolidated science بيقول يا طرى فين العلاقة اللي مبنى مجموعة ال variables دي مع بعضا طيب ال researcher دلوقتي يعمل ايه؟ ال researcher عمال يكمل اراية هفترض انه قرأ ال meet paper كل مجموعة من ال papers فحصت variable وهو عمل لهم classification او segmentation وجمعهم مع بعض فلاقى في الاخر مثلا انه وصل لعشرين variables موجودين في ال literature review طيب ما هو عنده هنا فرصة انه يعمل evaluation مش literature review زي ما اتفقنا ثلاث خطوات كبيرة identification, evaluation, documentation بشكل iterative و integrated طيب هو لما ارى العشرين variables دول ولقاهم في literature بشكل متفرق طبعا لقاهم في شكل non-directional لانه احنا اتفقنا ال non-directional hypothetical statements اللي هتبقى tested في كل ال researches دي مفيش فيها لا amount ولا direction ولا significance طيب ما هو من حق researcher كمان في ال evaluation انه يقيم العشرين variables دول ويقول انا لقيت واعتقد واقبل وارفض ويقنعنا ب argument واضحة بشكل scientific مكتوب و documented بالformat scientific وليكن ال api